موسيقى مساء الخير في ملفات حديث اليوم لهذه الحلقة قامت القوات الأمريكية بجولة استطلاعية في مدينة منبج لاستطلاع أراء المواطنين حول التهديدات التركية وذلك على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دولاند ترامب الانسحاب من سوريا في حين تستمر فعليات الأهالي المنددة بالتهديدات التركية في مناطق شمال وشرق سوريا وفي ملفات حديث اليوم أيضا شهدت المنطقة منزوعة السلاح المزيد من عمليات القصف المكثف من قبل قوات النظام السوري في حين تسبب تصاعد الفلتان الأمني في المنطقة إلى سقوط المزيد من الخسائر البشرية أظهرت العديد من استطلاعات الرأي في مدينة منبج السورية رفض الأهالي لدخول الأتراك والفصائل التابعة لهم للمدينة في حين ذكرت وكالة سبوتينغ بأن قوات روسية دخلت ناحية العريمة الواقع غرب منبج بنحو 20 كم بعد التهديدات التركية باجتياح الشمال السوري وقرار الانسحاب الأمريكي من سوريا شهد الشارع في الشمال السوري حالة من الذعر خوفا من انتقال الفلتان الأمني والانتهاكات من المناطق المحتلة من قبل تركيا والفصائل التابعة لها قامت مجموعة من قيادة القوات الأمريكية بجولة راجلة في مدينة منبج الواقعة في القطاع الشمالي الشرقي من ريف محافظة حلب أجرت خلالها استطلاعا للرأي حول التدخل التركي في المدينة حيث أبدى الأهالي رفضهم القاطع لدخول القوات التركية إلى منبج وخشيتهم من عمليات انتقام قد تجري بحقهم وعمليات قتل ومجازر واعتقالات كما جرى في منطقة عفرين كذلك تحدث السكان الوفد عن ما سيسببه الهجوم التركي من حالة تشريد لعشرات آلاف المواطنين من سكان المدينة وريفها كما نشر المجلس العسكري لمنبج مقاطع فيديو لدوريات أمريكية في قرية عرب حسن غربي مدينة منبج على خطوط التماس مع الاحتلال التركي إثر انتشار أنباء عن إرسال تركيا تعزيزات عسكرية إلى خط السجور الشمالي المدينة ويذكروا أن مسؤولا في الإدارة الأمريكية كشف أن إتمام الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من سوريا قد يستغرق أربعة أشهر باعتبار أن هناك ضرورة للتركيز على حماية القوات المتبقية على الأرض عند الانسحاب السادة المشاهدين وللنقاش في هذا المحور يسعدني أن يكون معنا هنا في السيديو السيد طلال محمد الرئيس المشترك لحزب السلام الديمقراطي سيد طلال مرحبا بك مرحبا بكم نعم بداية منذ أن أعلن أردوغان عن تهديداته لشمال وشرق سوريا سيد طلال كما استعرضنا في التقرير هناك حالة من القلق تسود الشارع في هذه المناطق في مدينة منبج على سبيل المثال كان هناك بعد تهديدات أردوغان تحشيد عسكري تركي بمحيط المدينة اليوم ذكرت وكالة سبونتغ الروسية بأن قوات روسية دخلت ناحية العريمة وعن إمكانية دخول النظام للمنطقة في الحقيقة يعني تسارع في الأحداث وتسارع في التطورات الميدانية قراءتكم لكل هذه التطورات في مدينة منبج بالتحديد يعني حسب ما يحدث من تطورات هو مرتبط بشكل عام بالأزمة السورية المتفاقمة يعني هناك صراع دولي وصراع أقليمي حول تثبيت مصالحهم في المنطقة وهذا الصراع يأتي بسياسات استراتيجية وسياسات تكتيكية مرحلية وحسب التطورات نقرأ جيدا السياسة التركية المتبعة من قبل حكومة أكابيو رئيس تركيا منذ بداية الأزمة السورية هو الوقوف أمام أي مشروع ديمقراطي يحصل في سوريا وأتيان بنظام ديمقراطي لأن هذا الشيء سوف يكون له تأثير على الداخل التركي في بداية الأزمة السورية تركيا صرحت مرارا وتكرارا أنهم أصدقاء الشعب السوري ولكن للأسف هم أصدقاء مصالحهم وأصدقاء تدمير سوريا وتهجير الشعب السوري يعني هذه السياسة التركية كواضحة منذ البداية ضمن الأزمة السورية وسط التركية هي متوقعة كل شيء من تركيا وليست مفاجأة عندما تعلن أو تصرح بدخول عسكري في مناطق شمال السورية أو مناطق شمال الشرق السورية وحاولت وفعلت في الكثير وحتلت يعني الدخول التركي في الشمال السورية أو في الأراضي السورية هو احتلالي بكل معنى الكلمة لأن المنطقة التي يدخل فيها تركيا يحتلها ويتم تغيير جميع المعالم المنطقة تغيير ديمغرافي تغيير ثقافي تغيير اجتماعي تغيير سكاني وهذه السياسة باتت واضحة للجميع أن تركيا هي دولة محتلة وليست تركيا هي دولة من أجل إيجاد حل الأزمة السورية وإنما هي من أجل تعميق الأزمة السورية واحتلال وقدم الكثير من الأراضي السورية وضمها إلى الأراضي التركية وهذا بحد ذاته يناهض أو ينافع الأعراف الدولية وحقوق الدول الجارة لذلك تركيا كذلك الأمر تركيا كانت ورقة إلى الآن تستخدم كورقة من قبل الطرف الروسي وحتى من قبل الطرف الأمريكي هناك مشروعان في المنطقة هذا المشروعان هو مشروع روسي ومشروع أمريكي وكل صاحب المشروع يستخدم تركيا من أجل ضغط على الطرف الآخر ما حدث في المنبج والاتفاق الذي حصل بين تركيا وأمريكا حول منبج أو ورقة التفاهم حول دوريات على مناطق التماس بين مجلس منبج العسكري والمناطق التي تحت السيطرة الدرع الفولات المدعومة من تركيا هذه السياسة مارستها أمريكا نوع من السياسة المارنة التي تمارسها أمريكا حيال تركيا وسياساتها في المنطقة لأن تركيا تعتبر حليفة استراتيجية لأمريكا وحليفة ضمن حلف الناتو الذي أمريكا جزء منه وتركيا جزء من حلف الناتو لذلك أمريكا ستحاول استخدام الاستمرار في هذه السياسة المارنة أو استخدام تركيا من أجل ضغوطات على أطراف كثيرة في الداخل السوري الطرف الكردي طرف الدارة الزاتية والطرف الروسي أيضا نعم سيد طلال هناك من يقول بأن تهديدات أردوغام بالأساس لشمال وشمال شرق سوريا هي في الأساس للحصول على تنازلات أو الاستحواذ واحتلال مدينة منبج كيف تنظرون لهذا الكلام؟ يعني هذا الشيء فيها وجهة نظر يعني يعني نحن السياسات الدولية وتواجد القوى الدولية في المنطقة يعني لا نستبعد أي تطور أو أي تحالف أو أي شيء من هذا القبيل يعني هناك ما يقال أن أمريكا حتى الاستقالات التي حدثت في الإدارة الأمريكية وزير الدفاع أو ممثل رئيس ترامب في شرق الأوسط هؤلاء الشخصين كانوا على صلة دائمة مع قوات سوريا ديمقراطية والقوات المتحالفة لها في سوريا انقطع يعني استقالتهم انقطع الاتصال مع الإدارة الأمريكية بحسب تواجدهم في المنطقة وهذا يقال أنه خلال هذه الفترة فترة الانقطاع سوف تعطي أمريكا الفرصة لتركيا لدخول إلى مدينة منبج وأما الضغوطات أو التصريحات التي قامت بها تركيا ورئيس دولة تركيا أردوغان بهجوم على مناطق شرق الفراط ومناطق شمال سوريا أعتقد هو جزء من الضغوطات من أجل أمريكا تقوم بتسليم منبج إلى تركيا في المستقبل القريب حتى تصريح أمريكا بالانسحاب من سوريا هذا شيء آخر لدينا تحليل لهذا الشيء أيضا ولكن أعتقد هذه الضغوطات كانت ضغوطات أمريكية تحاول الطرف التركي بعمل ضغوطات في شمال شرق سوريا أعتقد من أجل تسليم منبج للقوات التركية تبقى منبج في منطقة غرب الفراط وهي منطقة تحت الحماية الروسية بذلك ستكون جزء من الارتباك من الطرف الروسي أمريكا ستحاول إذا سلمت منبج لتركيا كما تقول أن تركيا وروسيا هم يتفقون فيها بينهم في قرب الفراط طيب بحسب اطلاعكم الخيارات المطروحة أمام القوى السياسية والعسكرية في المدينة لمواجهة التهديدات التركية ما هي؟ يعني منذ بداية التهديدات التركية والاتفاق التركي الأمريكي حول منبج وطلب تركيا بانسحاب القوات الكردية من منبج وأي قوة غريبة على منبج قام المجلس المدني لمنبج لدارة المدنية لمنبج وحتى المجلس منبج العسكري هم الذين يدورون المدينة وخياراتهم يعني الخيارات أمامهم هي الاستمرار بعملهم كأهل منبج يعني كمواطنين أساسين منبج وإدارة المجلس المدني وإدارة المجلس العسكري وعقد تحالفاتهم المناسبة بما يناسب المدينة يعني أعتقد الخيار أمامهم هو الاتفاق مع الجانب الروسي اتفاق مع الجانب الروسي طيب اليوم كان هناك حديث عن دخول قوات روسية لناحية العريمة تبلد 20 كم عن المدينة هناك من رأى بأنه في الأساس وجد في الناحية مركز تنسيق روسي مع النظام السوري هناك من رأى بأنها تأتي في إطار الحركات الاعتيادية لكل الجانبي وهناك من رأى عن حدوث إمكانية التفاهم بين الإدارة في منبج والروس يعني الخيارات أمامهم هو الاتفاق مع الجانب الروسي أهوى من الدخول التركي للمدينة لأن تركيا عندما تدخل أي مدينة هي دولة احتلال وستقوم بجلب الفصائل المدعومة من قبلها وهي الفصائل الراديكالية التي لا تملك أي مشروع ديمقراطي وإنما مشروعها مشروع يعني تطرفي وليس مشروع ديمقراطي وجميع الملاطق التي كانت تحت سيطرتهم تثبت ذلك يعني المهارسات والعمليات وحتى المهارسات التي تمارسوا هذه الفصائل والتقارير التي تأتي من عفرين ومن جرابس ومن الباب هي تقارير تثبت أن هذه الفصائل تقوم بانتهاكات ضد حقوق الإنسان وتلك تدعمها لذلك الخيارات أمام مجلس المدني للمنبج والمجلس العسكري هو أن يكونوا المبادرة لهم هم الذين يقومون بما هم يناسب وضعهم في منبج وأعتقد الخيار أن يتفقوا مع الجانب الروسي ولكن حول مشروع أو حول الإدارة المدنية في منبج وليس رجع النظام مؤساتي الأمنية كما سبق يعني أن تكون هناك خصوصية لمدينة منبج حسب المشروع القائم في منبج يعني ليس على صيغة استلام وتسليم بالضبط يعني ليس تنازل أو تسليم المنطقة للنظام السوري وكما كان سابقا ولكن يكون هناك خصوصية لمنبج تدار من قبل المجلس المدني ومن خلال مجلس منبج العسكري طيب في هذا السياق تأتي تسريحات للقائد العام للقوة السورية الديمقراطية مدلوم كوباني لصحيفة الواشنطن بوست ذكر فيها بوجود مساعد عقد اتفاق مع روسيا والنظام من أجل ملء الفراغ الذي سيتركه الانسحاب الأمريكي برأيكم يعني كل الأمور واردة وكل هذا الشيء متوقف على النوع أو كيفية الانسحاب الأمريكي هل سيكون انسحابا زوء مدن طويل أو يكون انسحابا فوريا إلى الآن لم يتضح أي شيء يعني ما زالت القوات الأمريكية موجودة ضمن التحالف وإلى الآن هي تنتظر التعليمات من الإدارة الأمريكية أعتقد يلزم الوقت كثير ولكن الخيارات موجودة وهي خيارات كثيرة يعني أمام قوات سوريا الديمقراطية التحالف مع الجانب الروسي أو حتى اللقاء أو الحوار أو التفاوض مع النظام السوري ولكن عدم التنازل أو التسليم يعني لأنه منذ بداية الأزمة السورية إلى الآن نحن نعتبرها نفسنا أو قوات سوريا الديمقراطية وجزء من سوريا ونعمل من أجل سوريا الديمقراطية ومن يتفق معنا ويحاورنا من أجل سوريا الديمقراطية نحن مستعدين لذلك طيب سيد طلال هل وجود اتفاق من نوع ما في مدينة منبج بين القوات السياسية والعسكرية في المدينة والجانب الروسي يعني بالضرورة تعميم هذا الاتفاق على كامل المناطق الخاضعة لحماية قوات سوريا الديمقراطية أم أن المنبج خصوصية لا أعتقد يعني خصوصية البنبجية التي سوف تفرض هذا الخيار نعم طيب إلى الآن هل اتضحت الاستراتيجية الخاصة بالانسحاب الأمريكي؟ يعني حسب قراءتنا للاستراتيجية الأمريكية وسياساتها في المنطقة وحتى تواجدها في المنطقة هناك عدة نقاط حول تواجد أمريكا في المنطقة وإذا سألنا هذا السؤال يعني هل هذه النقاط تم تنفيذها إلى الآن لم تنفذ أي نقطة منها يعني تواجد الأمريكي هو من أجل التمدد الإيراني تواجد أمريكا من أجل المشروع الروسي تواجد الأمريكي من أجل محاربة التنظيمات الإرهابية ومحاربة داعش تواجد الأمريكي من أجل حماية أمن واستقرار إسرائيل جميع هذه النقاط إلى الآن لم تنفذ أي نقطة منها إذن هل ستنسحب أمريكا بدون هذه الأهداف المعلنة التي كانت نسمعها مرارا وتكرانا على ألسنة الإدارة الأمريكية وعلى لسان رئيس أمريكا بغض النظر عن الأهداف المخفية يعني الأهداف الاستراتيجية المخفية للتواجد الأمريكي إذن لا أعتقد سيكون هناك انسحاب أمريكي كامل من سوريا هم من الشمال وشرق الفورات من سوريا لا أعتقد أمريكا ستنسحب أعتقد بهذه التصريحات التي عتت عبر تغريدة للرئيس الأمريكي في تويتر أعتقد سوف يأخذ وقتا أطول تغريدة الانسحاب البطيئة أعتقد بعد وقت احتمال نسمع من أمريكا أنها ستبقى في سوريا ولن تنسحب يعني يعني هذه التصريحات نفهمها هي جزء من الضغوطات الضغوطات على الجانب الروسي الضغوطات على الجانب التركي الضغوطات على الجانب الإدارة الزاتية في شمال وشرق سوريا هذه ضغوطات تمارسها أمريكا منذ البداية حتى ضغوطات على المشتمع العربي وضغوطات على الدول العربية من أجل إيصار رسائل لهم أن إذا انسحبت أمريكا فستبقى المنطقة في خطأ وأمريكا واضحة في هذا الشيء يعني ستنسحب بعد أن يكون هناك استقرار في سوريا عبر حل سياسي ونظام ديمقراطي وإلى الآن لم نجد أي شيء من هذه النقاط قد نبتزه وهنا أسأل يعني كونك أتيت على ذكر التغريدات سيد طلال ما دامت أمريكا تود الانسحاب من سوريا لماذا بالأمس يغرد ترامب بالقول بأن السعودية ستتولى إعادة الأمار بدلا عنها يعني بالضبط يعني هذا جزء من السياسة التي يتبعها ترامب هي سياسة ابتزازية يعني بقول صراحة يعني يريد أن تقع هذه الدول التي تريد أمريكا في المنطقة أن تقع تحت مسؤولياتها وأن تقسر هي أيضا وليست كما قال ترامب أننا الشرطيون عند الطلب يعني ما هو قوة موجودة في المنطقة وعلى جميع أن يقومون بواجبهم تجاه المنطقة وليست أمريكا فقط يعني بقراءتنا للسياسة الأمريكية لا أعتقد أمريكا ستنسحب بكل هذه السؤولة من المنطقة لأننا لم تنفذ أي شيء من أهداف تواجدها في المنطقة وهذه الأهداف الصريحة وواضحة وهناك أهداف غير واضحة يعني الوجود الأمريكي في المنطقة ومصالحها في المنطقة ويعني من أجل سحب الطاقة أو موارد الطاقة إلى الغرب يعني هذه الأهداف الأمريكية التي جعلتها تكون موجودة في المنطقة لا أعتقد أمريكا ستنسحب يعني خلال الفترة القادمة إنما تريد من خلال تصريحاتها الضغط على جميع الأطراف وهذه الأطراف من أجل خلط الأوراق وأيضا أعتقد من أجل يعني كان الأمر اقتربنا من إيجاد حل سياسي الأزمة السورية من أجل تعميق الأزمة وأبتعاد عن الحل السياسي أعتقد أمريكا تمارس هذه السياسة وكانت هناك جولات تطمينية للجنود الأمريكيين في شوارع مدية منبج من حقيقة سيد طلال طيب أستاذ طلال اسمح لي وأستاذ المشاهدين أن نذهب إلى فاصل قصير وبعدها مستمرين في ملفات حديث اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر